اهلا بكم يقول الشاعر التركي نازم حكمة في رسالة لولده محمد لا تحي على الارض كمستأجر بيت أو زائر ريف وسط الخضرة والتحي على الارض كما لو كان العالم بيت ابيك ثق في الحب وفي الارض وفي البحر والتمنح ثقتك قبل الاشياء الاخرى للانسان امنح حبك للصحبي وللآلة والكتبي والتمنح حبك قبل الاشياء الاخرى للانسان والتستشعر اكتئابة الغصن الجاف والكوكب الخامد والحيوان المقعد ولتستشعر اولا اكتئابة الانسان لتحمل لك الفرحة كل طيبات الارض ليحمل لك الفرحة الضل والضوء لتحمل لك الفرحة الفصول الاربعة ولكن فليحمل لك الانسان اول فرحة اهلا بكم في اطياف اشتركوا في القناة الشاعر التركي الكبير نظم حكمة اللي تولد في عام 1902 بيحتفل العالم بمرور 121 سنة على ميلاده في شهر ابريل نظم حكمة بيعتبر من اهم الشعراء الاطراق ومن اهم الشعراء في العالم هو اتولد عيلة سرية في تركيا ذات نفوذ وفي نفس الوقت تم نفيه من تركيا في خمسينيات القرن الماضي بل ان شاعره اتمنع في تركيا واتمنع من التداول في بعض وكثير من دول العالم وتم تجريده من الجنسية التركية بسبب توجهاته الفكرية وايمانه بالافكار الاشتراكية لكن الجنسية التركية رجعت له في عام 2009 بعد وفاته نظم حكمة هو اول شاعر تركي قدر ان هو يحطم قوقعة الشعر السلطاني القديم ويكتب بلغة الشعب اليومية اللي بيمتازج فيها المثل الاعلى بالزوجة المحبوبة بالوطن ما بنقدرش ينفرق مين الزوجة ومين الوطن لما بيجي يتكلم في شعره بيتكلم عن الانسان بشكل عام ورغم ان نظم حكمة اضع معظم حياته ما بين السجن والمنفى الا ان هو ما فقدش ابدا ايمانه بالانسان والحياة والحب وبان على الارض ما يستحق ان يعاش نظم حكمة دأب على تمجيد الانسان وتمجيد كل النضالات اللي قامت بيها الشعوب مهما كان اسمها او مكانها الجغرافي كان فنان حقيقي وشاعر انسان بيبحث عن الانسان في اغاني الريفيين البسطاء اللي بتحمل احزانهم وافرحهم فشرب من افواههم الحكمة وراح يقدمها شعرا انسانيا صافيا الترجم الى العديد من لغات العالم ومن عالم الشعر الى عالم الرواية مع الكاتب الكبير ادوار الخراط اللي تم افتتاح مكتبة عامة لتراثه واعماله وكل كتبه موجودة في 13 شعر عمرت باشا في مدان التحرير الموجود امام المتحف المصري في وسط القاهرة المكتبة دي بيشرف عليها نجلة الكاتب الكبير ادوار الخراط اهاب وايمن الخراط والمكتبة متاحة لكل الناس ان هم يقدروا يزوروها في الفترة من الساعة 12 الضهر لساعة 10 مساء كل ايام الاسبوع معدى يوم الثلاث والجمعة وهي بتضم اعمال ادوار الخراط اللي بحوالي 68 عنوان بالاضافة الى مخطوطات كتبها بخط ايده واعمال مكتوبة على الالة الكتبة كمان بتضم مرسلاته مع الكتاب والنقاض المعاصرين ليه والمجايلين لاعماله والادب المكتبة بتضم ملفات عن الكتاب اللي لفتوا انتباه الكاتب الراحل ادوار الخراط ومنهم ابراهيم عبد المجيد صحر الموجي وغيرهم من الكتاب كمان المكتبة فيها عدد كبير من الكتب اللي كان ادوار الخراط نفسه مهتم انه يقرأها المكتبة متاحة لكل الناس في كل الوقت زي ما قلنا معده يوم الثلاث ويوم الجمعة من الكتب اللي صدرت حديثا في المكتبات المصرية والعربية كتاب 300 الف عام من الخوف قصة البشر من بداية الكون الى التوحيد في هذا الكتاب دعوة للتوقف والتفكير والتأمل ومراجعة قصتنا قصة البشر والكتاب نجح في انه يسد العديد من الفجوات ما بين التاريخ والعلوم والفلسفة والبيئة والاديان في رحلة ممتعة اهتمت بالتطور وما قدمه الانسان من منتجات حديثة باسلوب بسيط وعميق في جوهره الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد اشاد بالكتاب وكتب على صفحته على فيسبوك انه لا يبدو انه سينتهي من قراءة هذا الكتاب لانه كلما تقدم في قراءته توقف ليفكر فيما يحتويه ويقول ما كل هذه المعرفة البيولوجية والاجتماعية والتاريخية والانسانية كيف سألخصها في مقال وهو يفكر دائما فيما يهتم به القارئ الكتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل كتبها الكاتب جمال ابو الحسن لبنته في وقت الكورونا وبيشرح لها معنى الحياة ومعنى الوجود الانساني بنادعوكم لقراءة هذا الكتاب المهم والجميل في مضمونه وفي معناه من الخوف الى عالم جديد ومختلف في الصين وهو عالم الابتسامة الرسام الصيني يو من جن هو اعتمد اسلوب غريب وفريد في الرسم هو بيرسم كل الوجوه ولكن بتحمل ابتسامة واسعة الاغرب ان كل شخصيات لوحاته بتحمل ملامح وجهه واحد فقط هو وجهه يعني الفنان بيرسم نفسه وهو مبتسم دائما في عدة نواقف مختلفة هذه الصور اصبحت الاكثر تمييزا في الرسم الصيني المعاصر ولد من جن في صين في شمال الصين بالتحديد في عام 1962 وانتقل مع والديه الى بكين عندما كان طفلا ودرس الرسم الزيتي في الجامعة وتخرج في عام 1989 لما بنشوف لوحاته بنشوف انسان لونه احمر وبيضحك دحكة كبيرة دحكة وسعة دحكة فيها اجهاد وماذا يقف خلف هذه الابتسامة او خلف هذه الدحكة الواسعة البعض بيقول انه ربما يكون الخوف ربما يكون القلق هو الذي يقف خلف هذه الابتسامة ربما تكون السخرية او نوع من الفن الذي يعبر عن حالة الانسان ويقول ما لا يستطيع ان يقوله بشكل واضح وبشكل صريح لما بتنظر لوحات الفنان الصيني في البداية بتعتقد ان الوجه ده وجه سعيد لكن لما بتنظر له بعناية اكبر وباهتمام بتفتكر ان بالتأكيد في شيء اخر فالابتسامة دائما لا تعني السعادة يمكن يكون وراها شيء مختلف وعلشان كده ابتساماته انتشرت في العالم كله وهي ما تصدرتش الصحف الا في عام 2007 عندما بيعت لوحة مشهورة لي هي الاعدام في عام 1995 مقابل 4 مليون دولار ومن هنا ابتدى العالم يهتم بهذا الفنان الصيني الذي يقدم شيء مختلف من الفن الصيني الى الفن والرسم هنا في مصر مع واحد من كبار الفنانين التشكيليين في مصر وهو الفنان والناقد الفنان عز الدين نجيب في حوار مطول عن الرسم وعن الفن التشكيلي واحوال الفن التشكيلي في مصر الان ولكن بعد الفصل يعد الفنان عز الدين نجيب واحدا من ابرز المؤثرين في الوسط الثقافي والتشكيلي المصري على مدار العقود الماضية ولد نجيب في الثلاثين من ابريل عام الف وتسعمائة واربعين بمحافظة الشرقية ليكون الابن الخامس لأحد رجال التعليم الذي يهتم بالشعر والخط العربي وفي عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين التحق بقلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخصص في التصوير وفي عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين عمل بقصور الثقافة واسس قصر الثقافة قفر الشيخ وعين مديرا له ثم مديرا لقصر المسافر خانت ومراسم الفنانين بحي الجمالية بالقاهرة وفي عام الف وتسعمائة واربعة وستين اقام اول معرض تشكيلي له بقصر ثقافة الانفوشي اسس عز الدين نجيب مركز الجرافيك بوكالة الغوري كما اسس مجمع الفنون بمدينة الخامس عشر من مايو وعين مديرا عاما لها وانتخب رئيسا لمجلس ادارة اتليه القاهرة للفنانين والكتاب في عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين اسس عز الادارة العامة لمركز الحرف التقليدية والتشكيلية بوزارة الثقافة وعين مديرا عاما لها وفي عام الفين صدر قرار وزير الثقافة بتعيينه رئيسا للادارة المركزية لمراكز الانتاج الفني قبل احالته للمعاش في نفس العام حصل عز الادارة الناجيب على جوائز وزارة الثقافة في التصوير الزيتي اعوام الف وتسعمائة وسبعين الف وتسعمائة واثنين وثمانين الف وتسعمائة وستة وثمانين الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وغيرها واقتنى متحف الفن الحديث بالقاهرة ثلاثين لوحة من اعماله من كاثة مراحل الفنية واقتنى المتحف الوطني بنيو دله احدى لوحاته كما اقتنى المتحف العربي للفن الحديث دا قطر اربعة لوحات من مراحل مختلفة وكذا العديد من متاحف الدول العربية والاجنبية اهلا بكم مرة تانية في اطياف الكاتب والرسام العالمي بكاسو بيقول ان بعض الرسامين بيحولوا الشمس الى بقعة صفراء والبعض الاخر بيحولوا البقعة صفراء الى شمس واحنا النهاردة في ضيافاتنا ناقد وفنان تشكيلي وكاتب متعدد المواهب هو الفنان الكبير عز الدين نجيب واستاذ عز أهلا بك معانا واحنا سعداء بمجودك معانا وبرحلتك ومسرتك الطويلة ما بين الكتابة والرسم في الفن التشكيلي وكمان النقد الفني ايه رأي حضرتك في مقولة بيكاسو عن قدرة الفنانين على التعبير عن العالم او خلق عوالم جديدة هو بيكاسو بالجملة ديت لخص فلسفته كلها ما بين ان الفن يبقى للغة الجمال والاشكال والالوان ويحاول الطبيعة الى عناصر فنية وبس لان الجمال لا يحتاج الى معاني وبين الجانب الاخر ان الالوان والاشكال واللغة الجمال هي في النهاية لكي تصنع معنى او حياة اللي هو رمز له بالشمس كل فنان من الفنانين بيبقى عنده خطوط وسمات معينة في لوحاته وكمان الوان مميزة ايه الالوان اللي بتفضلها وبترى انها بتعبر عن فكرك بتعبر عن فنك بتعبر عن مجدانك هي بتختلف من مرحلة الى اخرى في مراحل الفنان عموما وانا بشكل خاص يعني الواني في فترة البداية غير الواني في هذه المرحلة في البدايات كانت الالوان المرحلة في البدايات كانت الوان الارض الوان الطبيعة الوان التلقائية اللي هي نقابلها في الحياة لان نظرتي في ذلك الوقت الى الفن انه هو بيعيد خلق الحياة من داخلها وليس فردا من رؤية الفنان من الخارج الان انا بعمل العكس انا باطرح من داخلي انا رؤية جديدة للحياة والطبيعة وأبثها في الوقت يعني حدثك أنت قلت من قول من الوقاعية إلى التعبيرية بالزبط كده حاليا بتعبر عن محسوسك وكل المكنونات الخاصة بيك نرجع للون الحلو والأخضر والطبيعة والفطرة وحدثك من موليد محافظة الشرقية في الريف المصري ممكن الطفل يبقى شاعر لكن يبقى رسام مش دي غريبة هي مش غريبة في أسرتي لأن في بوادر كانت موجودة تمهد لذلك أخوي الأكبر رحمه الله كان موهوب في الرسم وبالتالي ظل مدة كبيرة كأنه رمز لي أو رائد أو مثل أعلى أنا بحاول أقلد وعمل زيه من زاوية أنه كان مشهور في المدرسة وكان محل تقدير في البلد أنا كنت نفسي أبقى في هذه المكانة يعني من ناحية تانية أنه كان والدي هو في الأصل كان شاعر لكن كان عنده هوية الرسم والخط العروي لذلك أنا كنت بتمثل به في الخط مش في الشعر أنا حاولت في الشعر لكن فشلت يعني عندك محاولات شعرية؟ حاولت لكن هي اتجهت إلى اتجاه تاني في الأدب وهو القصة والرواية أيوة إنما الخط صدل هو مثل الجمال مع اللغة يعني اللغة ترتبط بالخط العربي وكان رائدي هو والدي في ذلك أستاذ عزة حضرتك درست الفن دراسة أكاديمية في كلية الفنون الجميلة هل بتعتقد أن الموهبة لا تقتصر فقط على أنه الفنان يبقى موهوب بس لازم يدعم الموهبة دي بدراسة؟ ده صحيح يعني الموهبة في حياة الفنان الحقيقي قد لا تكون أكثر من 50% والباقي اجتهاد وعنى والباقي تجارب وتدريب وخبرة وممارسة لأنه بيتحول ويتغير وتنمو موهبته مع هذا التدريب لكن إذا ظل على الموهبة فقط فسيتجمد عند بعد معين والفن ضد تحديد الأبعاد هل عدم تحديد الأبعاد ده اللي خلى حضرتك يعني ترفض أو نقول أن أعمالك كلها لا تنتمي إلى مدرسة فنية محددة لكن هي بتتنوع ما بين مدرس مختلفة؟ هي بتختلف برضو مع الفنانين فيه فنان بطبيعة متمرد لا أنا بتكلم على تجربة حضرتك تجربتي أنا من النوع الذي لا يقف عند مدرسة بعينها وإنما المدرسة أو الاتجاه بيرتبط بالمعنى والمضمون أنا واحد من الفنانين اللي رحلته مع الفن هي بالضبط رحلته مع ماذا يعني الفن هل ماذا يعني الفن أم أنها رحلة لاكتشاف الإنسان؟ هو الاكتشاف لا ينفصل عن المعنى والمعنى مش بالضرورة أن يكون رسالة وإنما أن يكون روح ويقدم من خلالها رؤية جديدة للحياة فأنا دائماً اللو حتى لو كانت طبيعة صمتة أو منظر من الطبيعة لكن اللو قبث من الروح الإنسانية التمرد ده فيه وجه آخر ليه وهو التزامك بالعمل الوظيفي يعني فيه كتير من فنانين لم يتقيضوا بالوظيفة وعملوا في أعمال يعني كان عملهم حرة لكن حضرتك التزامت منذ تعيينك في أسر ثقافة الأنفوش في اسكندرية بالتدرج الوظيفي هو التدرج الوظيفي كان عندي خادم لرسالة من وراء الوظيفة إزاي؟ إنه أنا مؤمن من بدايتي خالص في العمل الوظيفي أن يكون فيه خدمة معنى أو رسالة والرسالة لما أكون من خلال قصر ثقافة معناها مباشرة أن أرتقي بالوعي وبالذوق والحس الإنساني عند المتلقي أنا بتعامل مع الجمهور هنا بتختلف ما أن أكون بتعامل مع نفسي كفنان أنا كفنان مش مسؤول إلا عن ما أعمله للحتي الخاصة أو العمل الفني ده جعل عندك نوع من الالتزام الالتزام نحو المجتمع نحو البيئة اللي حدتك عايش فيها ده صحيح والالتزام ده أصله ليس مجرد حصر في وظيفة أو مهمنة محددة وإنما أنه بيكون الالتزام وجودي يعني أنا وجدت في الحياة من أجل أن أغير الحياة مش من أجل أن أتماشى وأتساير يعني في بعض الناس يعتبروا أنه الحياة بتاخده في مجرها لأ أنا باخد الحياة في مجرها الخاصة اللي أنا حطيته لنفسي يعني التأثير متبادل بينك وبين الحياة ده الحياة وعلشان كده عند حضرتك تعدد والتنوع في الفنون يعني عندك كتابة عندك نقض عندك الرسم في كل لوحاتك هذا التعدد والتنوع بيعود مصدره إلى إيه؟ يعني إيه اللي يخلي حضرتك دايما مختصص ما زالت الناقض الكبير والكاتب والرسام؟ أولا في موهبة من ربنا سبحانه وتعالى دي بيديها لمن يشاء وأنا يعني يعني أنا كنت أفضل مثلا في البداية أن تكون لديها موهبة واحدة إن أنا أبقى فنانه بس أو إن أنا أبقى كاتبه بس أو ناقده بس لأن كل واحدة من دول تحتاج عمر عشان أخلص لها لكن بقى أفجأ إن أنا عندي الدافع والطاقة والعطاء اللي ممكن أعطيه في كل منها فبحس بأن أنا يعني بحرم الجمهور أو المجتمع من موهبة قد تكون فعله لو أنا ما استغلتهاش خلال دراستك الأكاديمية التقيط بعدد من أعلام الفن التشكيلي اللي درسوا لك في كلية الفنون الجميلة هل اتأثرت بحد من الفنانين وإزاي كان التأثير ده دافع لك في مسارتك الفنية؟ هو كان أكتر تأثير وأكثر مدة في التأثير كان الفنان حسين بيكار أكثر لأنه هو تماهى معايا وتوافق معايا في كتير من الأفكار والرؤى وأنا في كتير يقولولي يعني أنك فيك كتير من بيكار في اللغة في الإحساس في الإسلوب وكمان الكتابة يعني بيكار كان بيكتب زي مقولات زي جمل حكيمة كده مع لوحاته أيوة إلى جانب أنه ناقد إلى جانب أنه فنان ومعلم وأنه يقود يعني هوة العمر يقود ويحرك يعني الخط منه هذه الصفات وأكثر مدة لأن احنا ما قعدناش مع بعض إلا سنة واحدة وهو بعدها ترك الوظيفة والعمل الأكاديمي والتحق بالصحافة فبقيت أتتبعه وهو في الصحافة ويظل برضو هو رائد بالنسبة لي لكن إلى جانب بيكار كان هناك فنانين عظماء تانيين من الأسد هذا الدين حمودة مثلا الدين حمودة كان يجمع ما بين الأناقة الشديدة جدا وبين التهور في أنه يخرج عن المألوف وهو كان في شبابه المبكر في الأربعينيات عضو مؤسس من جماعة الفن الحديث دي غيرت كتير في مسار الحركة الفنية بروح ثورية بالرغم من المحافظ جدا وأنيق وكلامه محدد وكأنه حكيم إنما خدت منه البعض الثقافي إنه كثيرا ما يقرأ ويشجعنا على القراءة الفنان عبدالهاد الجزار عبدالهاد الجزار لحقته برضه مدة قليلة جدا لأنه رجع من البعثة بتاعته وأنا بستعد للتخرج وهو كان راجع ولسه مازال معيدي يعني ما انتقلش إلى الأستاذية لكن أنا تتبعته كفنان وبقيت أتابع التحولات اللي كان بيعملها ما بين الكتابة الزجالية أو الشعرية وبين التعبير المجازي اللي هو خارج عن المألوف والتعبير السريالي والسريالي طبعا وإن كان ليه رأي في موضوع السريالية لأنه هو سرياليته مصرية شعبية اللي هي ممتدة من الجزور الشعبية مش من السيكولوجي اللي هو علم النفس والفرويد كان بيشتغل عليه العقد النفسية والحاجات دي لا ده هو كان بتمثل المجتمع كله في أعماله السريالية دي وبالتالي فضلت لي خصوصية تختلف عن أي سريالية في العالم السفر للخارج حضرتك ما سفرتش في أي بعثات تعليمية للخارج ده ممكن نقول أنه طبعا أعمالك بروح مصرية خالصة؟ هي الروح المصرية الخالصة أقدر أرجعها بشكل خاص في بعثة داخلية أه بعد التخرج مباشرة وده كان تقليد رائع جدا معرفش ليه بطلوه الأوائل في خريج كلية الفرون الجميلة كان يبعثوا في بعثة داخلية إلى مرسم لقصر أه فأنا خرجت من كلية وثفرت على الأقصر في هذه البعثة الداخلية هي دراسات عليا لكن حرة جدا من غير مناهج ولا تقاليد ولا أسدة كيف مدتها ديه؟ سنتين لكن أنا ما كملتهاش إلى سنة واحدة لأن جت لي الوظيفة بتاعة الأنفوش بتاعة اسكندرية وفضلت إن أنا ألتحم بالواقع أكتر من التحامي بالدراسة الأكاديمية على أساس إن أنا ملئ شاحنت الشاحن الخاص بي بالرؤية المصرية وعاشت معايا وأقدر أمارسها وأنا في أي مكان مش بالضرورة في الأقصر بحد ذاتها عند حضرتك لوحات كتيرة متأثرة بفترة الأقصر دي ما زالت يعني رغم إنها في فترات سنوات تالية عندك تمثيل لمعبد الكارنك تمثيل للمعابد المصرية بتعبر فيها عن صمود الإنسان المصري وقدرته على المواجهة والتحدي وكمان الصحراء الصحراء موجودة بشكل كبير في لوحاتك فيها تعبير عن سعي الإنسان للحرية والبراح هو صحيح رؤية حضرتك الصحراء عنصر رئيسي من المصر التعبيري والحجر متمثلا في الصروح المعمارية اللي حضرتك قلت عليها البعدين دول دائما كان مترددين ما عرفش تلقاطيها إزاي لأنها لقطة زكية جدا ورغم إنهم عكس بعض ما بين البراح والضيق والستريك والصرامة صرامة جدا هم دول جوايا الاتنين الحقيقة هم دول البعدين اللي بيتنوبوا التأثير معايا والتعامل مع الحياة ما بين البراح والحرية ما بين الشدة والصرامة إن أنا أخذ موقف وأواجه وده بيتحول إلى موقف في الحياة نساها مش بس في الفن عالم حضرتك عالم سري وواسع ومليء بالتفاصيل اللي هنستمتع بيها ونعرف الكتير عنها مع الكاتب والناقد والفنان عز الدين نجيب ولكن بعض الفاصل للفنان التشكيلي عز الدين نجيب وجه إبداعي آخر وهو الكتابة الأدبية خلاف كتبه النقدية في الفن التشكيلي وقد بدأ نجيب كتابة القصة القصيرة منذ بداية ستينيات القرن العشرين ونشر مجموعته القصصية الأولى أيام العز عام 1962 ثم نشر مجموعته الثانية المثلث الفيروزي عام 1968 بعدها نشر المجموعة الثالثة أغنية الدمية عام 1975 وفي 2014 نشر مجموعته القصصية الرابعة نقطة صغيرة قرب السماء وفي السنوات الأخيرة اتجه إلى كتابة الروايات بجانب القصص القصيرة ونشر منها نداء الواحة عام 2015 المسافر خانة عام 2018 ودبيب العقرب ونشرت إلكترونيا على الموقع الرسمي للفنان عز الدين نجيب وبالإضافة لقصص وروايات عز الدين نجيب فقد كتب الكثير من المؤلفات الثقافية وكتب النقد الفني ومنها كتاب الصامتون وكتاب رسوم الزنزانة وفيه يحكي عن تجربته في السجن وكتب أيضا النار والرماد في الحركة التشكيلية المصرية أنشودة الحجر فجر التصوير المصري الحديث وغيرها من المؤلفات الهامة أهلا بكم من جديد شفنا تقرير عن جانب آخر من جوانب الإبداع لدى الفنان والناقد والكاتب عز الدين نجيب وهو الجانب الأدبي أستاذ عز في التقرير اللي فات شفنا مجموعة من أعمالك الأدبية من روايات القصة القصيرة وقبل الفاصل كنا نتكلم عن الصحراء وده خليني أسأل حضرتك عن روايتك نداء الواحة اللي فيها استلهام لعالم الصحراء بما فيها من تمرض وسكون يعني وتنوع مختلف بالتحديد في واحد سيوة دي المكان الملهم أو مسرح الأحداث سفرت الواحد سيوة قضيت فيها فترة أيوة من أوائل الفنانين اللي رزلوا هذه الواحة أنا ومجموعة من زملاء الفنانين وهذه المجموعة هي أصبحت أبطالة جواية يعني هي الفن داخل المكان المكان هو الواحة والصحراء من خلفه وده عالم لا نهائي في التاريخ في الهمود في السحر في الأسطورة هل تناولت أيضا أهالي سيوة بمورساتهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ أيوة ده كان بعد أساسي فيه لأن لما التحم الفنانين في هذا الواقع كان لابد أن ينشأ علاقة بينهم وبين أهل الواحة وتبقى علاقة درامية لأن حدث معين طبعا مش أحكي التفاصيل لكن أدت إلى أن يشتبك الترفين ويبقى هناك خضية ومشكلة ويصبح الفنان هنا متورط في هذا العالم بتقاليد وعالمه السحري من هنا فالجواية بقت مجموعة من العادات والتقاليد والسحر والغموض إلى جانب الجماليات الملهمة لأعمال الفنانين حردك ليك اهتمام كبير بمسألة الفنون الشعبية والحرف التراصية ومؤسس لجمعية أصالة وهي جمعية كانت وما زالت كان نشاطها في الأولى الأخيرة خفت قال لي كثير الحرف الفنية والحرف الشعبية إزاي ابتدها الاهتمام ده من عالم الرسم إلى عالم الحرف والتشجيع على ممارسة هذه الحرف وممارستها بالنسبة لمختلف قطاعات من الناس مرجع الاهتمام بتاعي ناشئ من أننا هشت فترة سنين طويلة جداً في منطقة الأزهر وخان الخليلي والجمالية ومرسامي كان موجود هناك في المسافر خانة ولك رواية اسمها المسافر خانة وليها رواية بعدها عن المكان برضو اللي هي اسمها المسافر خانة فأنا في قلب التاريخ وفي قلب التاريخ الممتد والمستمر مش التاريخ كأثر وإنما التاريخ كتفاعل مع الواقع اللي هي الحرف اليدوية والمحافظة على هذا التراص الإنساني على التراص وامتداده ثم اكتمل هذا التلاحم لما نقلت مرسامي بعد ما هاجرت المسافر خانة إلى وكالة الغوري في الشارع الأزهر وكالة الغوري مجمع للحرف التقليدية إلى جانب أنه مجمع للفنانين التشكيليين فأصبح قدامي موجهة حضارية غريبة جداً الماضي متمثل في حرف التقليديين والورش بتاعتهم والحاضر في المواجهة على الجانب الآخر من المبنى متمثل في ملاسم الفنانين وأنا واحد منهم هذا الوضع كان تبدأ يعني ده مفروض يبقى فيه حال التكامل وليس حال كان هو ده هو ده بالضبط هذا التكامل المفقود فأنا في يوم من الأيام أريت إعلان عن وظيفة مدير عام لأكالة الغوري خالية وعايز حد يتقدم لكن ده شجعني أن أنا أدخل لأن تكودت عندي ملامح مشروع جديد لإيجاد هذه الرابطة بين العالمين المتباعدين وهم متقاربين جداً في نفس المكان في تجربة الجميلة دي ليه ما يتمش إعادة إحياءها ليه ما يتمش ضخ الدماء جديدة فيها وأفكار جديدة بحيث أنها يعني ديها تكون منارة منارة للفنانين بكافة أوساطهم أنا أرجو أن تتولى أو تلقي الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة نظرة جديدة إلى هذا القطاع ليس مجرد أنه يبقى مجرد حرف اللي موجود في وكانت الغوري بالمناسبة من الحرف بقايا حرف لأنه تنقل أغلب الحرف من هناك إلى صندوق التنمية الثقافية في مكان تاني في الفساط ولم يجدوا هناك نفس الروح والبيئة والمناخ اللي كانوا بيشتغلوا به هنا وإحنا كمان بنشارك حضرتك الدعوة لمزيد من الاهتمام بالحرف التراثية في مصر نقول على مكان تاني مؤثر في حضرتك جدا وهو المسافر خانة هذا المكان كتبت عنه رواية وحضرتك لك معه تفاعلين تفاعل على المستوى الخاص وتفاعل على المستوى العام نحكي عن تجربتك مع هذا المكان المسافر خانة حلم حقيقة ولما كتبت عنه رواية كان من هذا المنطلق لأنه ما بقاش كمان موجود اللي زود فكرة الحلمية أو الأسطورية إنه ما بقاش موجود في الواقع لأنه اتحرق وانهار يعني ما بقاش موجود عصر اندثر اندثر تماماً أو اندثر بفعل فعل يعني لأنه تم تدميره في ذلك الوقت كان أنا خارج من تجربة الثقافة الجماهيرية في قصور الثقافة بالذات في كفر الشيخ وغير من الممكن نعمل حاجة تاني بالتفاعل مع الجماهير لأنه أنا خرجت انسلخت ده كان سنة كم تاري بباً؟ كان أواخر الستينيات يعني 68 تحديداً يعني فصرت عكاشة وزير الثقافة في ذلك الوقت لأنه كان بيكنني لما كان خاصة وأنا أيضاً بعتبره رائدي وأستاذي هو رائد للثقافة والثقافة في مصر وفي العالم هو اللي اخترني لكي ادير قصر المسافر خانة وأنا عمري ما كنت سمعت بيه قال لي تعالى اعمل زي ما كنت بتعمل في كفر الشيخ فأنا فرحت جداً لأنه كان حلم تقريباً ومعادش ينفع يعني يعاد تاني ساكن كانت تجربة مثيرة لأنها كمان في قلب الجمالية منطقة الحسين الخليلي العاصم الفقافة الإسلامية يعني القلب العالم الإسلامي فهر الفاطمية أيوة لقيت قصر يعني يجنن من جماله رائع جمال فوق الوصف من الناحية العمارة الإسلامية كل جماليات العمارة الإسلامية وكأنها تجمعت في كتلة رحدة كتلة صغيرة قال ده اعتبروا مراسم الفنانين وانت تقعد في الصوم وتعمل اللي انت عايزه كان فوق الخيال والحلم سبع سنين في هذا المبنى وأنا أعطي نفسي وهو يعطيني ومعارضي تخرج منه كل سنة وكأنها اخرج من مكانة إبداع يعني المسافر خانة استمر بعد ما أنا خرجت منه طبعاً كان لابد أخرج فرجاء رحت وكالتي الغوري إنما المسافر خانة استمر بفنانين ورؤية ويعني كما كان والرواية بتتكلم عن هذا العالم الرواية خدد ده هذا العالم يعني أنا اعتبرت المسافر خانة ده بيتي بيتي اللي ما بقاش موجود بجماله كله بالأحداث المريرة اللي فيه وكأنه بقعة من مصر الجميلة اللي يعني نقدر نقول تم القضاء عليها ما بقتش موجودة وانتهت دهاية درامية بحريق أتى إليها من كامل فأنا بدأت بالحريق وانتهيت بالأطلال لما رجعت له بعد سنين عشان أشوفه وأتذكر كل ما دار شي على مدرح يعني هي رباية ذكريات وحنيت أيها كمان الريف موجود عند حضرتك لأن الريف يعني فيه تشكيل بيساهم بشكل كبير في تشكيل وجدانك الريف بألوانه اللي هي ممكن تكون عكس الصحرة الألوان الخضرة اللي فيها الهدوء والبراح أيضا اللي موجود أيضا في الصحرة هل مازال الريف له نفس الحسيس والمشاعر اللي بيصيرها عند حضرتك؟ هو بقى في الخلفية ما بقاش في الفور جراوند زي ما كان لأننا في البداية يعني أول مجموعة قصصية ليه اسمها أيام العز كلها في الريف المجموعة القصصية تدور أحداثة كلها في وقع الريف واللي بعدها يعني جزئيا وعدت تقل تدريجيا بحكم ارتباطاتي ومعايشاتي الجديدة في عالم متنوع ومتغير لكن يظل الريف هو البكارة هو الحلم وهو كمان النعومة المنسابة يعني الألوان تظل هي بهذه الدرجة من الحميمية النعمة اللي مفيش صدام فيها أستاذ عالز إحنا كلمنا عن الكاتب وكلمنا عن الفنان الرسام الناقد موقعه ابتديت إزاي فكرة أن انت تكتب كتابات نقدية يعني الكتابة نقد للآخرين دي جات الشجاعة دينين؟ هي الحقيقة جات مفاجأة لي أولا من صديق ناقد كبير الله يرحمه ناقد أدبي فاروق عبدالقادر كان ماسك القسم الأدبي في مجلس الطليعة اللي كان بتطلع عمد القرآن قال لي ما تكتب معنا قلت له أكتب إيه أنا ما بكتبش نقد أنا بكتب أدب أنت عايزني عامل إيه قال لي لا اكتب عن المعارض فاستهوتني الفكرة أن أنا أكتب هل في البداية كانت تغطية للمعارض؟ كانت تغطية للمعارض دي كانت المقصود أولا لأنه ملف الأدب والفن في آخر آخر المجلة أنا بطبيعتي اكتشفت كده فيما بعد أن أنا جوايا ناقد يعني مزعج ناقد مزعج على فكرة جدا لأنه ما بيرضاش فبيشوف كل حاجة من الزاوية اللي محدش شفه واللي عاوز هو يشوف عليه فبدأت أشوف في كل تجربة لفنان رؤية مختلفة فتعمل محكات ويبقى فيه ردود وفيه يعني جدل حواليها ده أثار اهتمامي أن أنا أعمق هذا الجانب بالإراية بالمتابعة بكمان بالاستدعاء للخبرات في الأدب لأن الأدب سبق عندي الكتابة الأدبية سبقت ده كله حردني على أن أنا أستمر في الكتابة النقدية في الفن التشكيلي الناقد عز الدين نجيب شايف رحلة الكاتب والفنان عز الدين نجيب إزاي يعني خلينا يقدم بقى رؤية نقدية لهذه المسيرة عز الدين نجيب السلاسي ظلم نفسه الفنان ظلم الناقد والناقد ظلم الكاتب لأن كل واحد منهم كان بيطالب حق دائما حقه زي ما يكون كائن خلق لكي يعيش منفردا يبقى العالم كله له لكن وجد أنه هو فيه شركاء له بيشاركوه في الوقت المخصص هل بعد العمر والمسيرة النجحة والمهمة حركت تقول أنك مؤمن بالتخصص يعني أنه الإنسان لو عنده مواهب متعددة الأفضل أنه يتخصص مواهبة في مجال واحد فقط؟ لو قدر لو قدر لو قدر يعمل كده وقال هالي النقد الكبير المرحوم مختار العطار زمان وأنا لسه في البدايات قال لي اختار أحسن ما تيجي في يوم من الأيام تقول يا ريتني ما تشعبت لأن انت حتيجي في يوم تبقى كله عاوز حقه فيك وده الحقيقة أنا بعاني من هذه المسألة الآن صحيح الحمد لله أن أنا قدرت أعبر ودي كل واحد ما يمكن أن أدهوله يعني في الأدب حوالي 15 كتاب وفي النقد حوالي زيهم 15 كتاب ومعارض في 30 معارض عملت اللي أقدر عليه طبعا بنضال يعني وعلى حساب الراحة الذاتية أن أنا أعيش الحياة كما يعيش الإنسان العادي إنما في النهاية كان يمكن أن يكون هذا الحصاد لواحد من الثلاثة في نهاية اللقاء بشكر حضرتك وبتمنى لك دايما أنك تقدم المزيد والمزيد في كل المجالات اللي حبتها في الكتابة الأدبية في الرسم في النقد الأدبي وفي النقد الفني بشكل خاص في النهاية اللقاء بشكر الناقد والكاتب والفنان عز الدين نجيب الذي كان معنا في هذا الحوار يبقى أن نقول أن المعرفة لا ترهق العقل أبدا وأن التعليم لا يستنزف العقل ودائما هناك أمل في الغد وفي إنسان الغد فكما قال نظم حكمة أجمل أنهار العالم لم نرها بعد أجمل أطفال العالم لم تكبر بعد أجمل أيام العمر لم تشرق بعد لقاء قادم مع أطياف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمور كنت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة